اشتركوا في القناة من حفل الماسد العشر رغم أنه قد مرت 17 سنة لأننا توقفنا بسبب الكوفيد في سنة 2020 وهذه سنة تقوم بها جريدة العالم الرياضي من أجل الاحتفاء بمجموعة من الأطر الذين لديهم علاقة من قريب أو بعيد بالرياضة المغربية يعني أنه لا نعتمد فقط على الرياضيين وإنما على الحكام على المسيرين على الصحفيين على المصورين ودائما ما يكون هناك تكريم خاص الحفل الذي أقيم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء شهد تكريم كل من الحكمة بوشرى الكربوبي ثم إدريس الهلالي كأفضل مسير للسنة في رياضة التكواندو وسكين صاحب بطلة التكواندو أردوان الحيمر كمدرب لسنة 2021 دون إخفال التكريم الخاص للراحل المصور نوردين ديان وعادل المتني الذي اختير كأفضل مدير تقني للسنة عن فريق الفتح الرياضي أولا نشكركم على هذه التفاتة التي بحددتها تكليف قبل أن يكون شريف هذه التفاتة بصراحة ترجع وكان هذه الفريق دياني بصراحة الذي يعطاني الفرصة في أنني نبلور الإمكانيات دياني يسع وكنتمنى إن شاء الله ما تكونش للمرة الأخيرة إن شاء الله رحمة رحمة أنا جيد فرحان في هذا التتويج وكنشكرا جريدة العلام الرياضي على الاختيار دياني أولا نشكر الناس الذين يشغلوا معي كالتاقم تقني كذلك اللاعبين لأنه سبابهم باش تم اختياري والنتائج اللحقة في الان فيه واحد عشرين الأول هو الصعود واحتلال الصف الثالث في مرحلات الدهاب في قسم وطني الأول احترافي لأن الفريق أول مرة يشارك صراحة من 2019 وأنا كان قاوم باش نكون أحسر رياضي وفاش كنت احتلت مرتبة الثالثة بطوة العلم لسيدات هذا هو كان حافل كبير باش أنا نأخذ أحسر رياضية سنتقفل واحد عشرين حفل الماسات العشر أصبح إذن موعدا سنويا قارا للأسرة الرياضية المغربية في انتظار وجوه وأسماء جديدة تعطي صورة مميزة في الميدان الرياضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر